زيارة وزير الخارجية سامح شكري لكل من سوريا وأيضا تركيا متعددة الأهداف ولها أبعاد مختلفة بعد إنساني بعد اقتصادي بعد أمني وبعد سياسي وأيضا دبلوماسي حيث بداية ربما تأمل القاهرة في أن تساعد تحركاتها عودة سوريا إلى الحاضنة العربية مجددا وأيضا إعادة العلاقات مع تركيا هل لك أن تضعنا في تلخيص أولويات القاهرة بداية من لقاء سيد سيسيا رئيس الجمهورية المصري مع أردوغان في الدوحة وهذه الزيارة المهمة اليوم تحياتي لك ابتداء وتحياتي لمشاهديك وتحياتي لديوفك الكرام الحقيقة أنا أعجبني كلمة أطلقها ديفك الكريم بأن هذه هي دبلوماسية الزلزال وهو مصطلح إلى حد كبير جدا نستطيع أن نبني عليه حديثا كبيرا صحيح هذه الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري إلى سوريا هي بعدها إنساني في المقام الأول وكان حريصا معالي وزير الخارجية على التأكيد على هذا المعنى لكن أنا متصور أنه بعدها السياسي هو أكبر بكثير من هذا البعد الإنساني بشكل أو بآخر لأن بعد سوريا عن منظومة الأمن القوم العربي أسمى مسألة محرجة وموجعة بدرجة كبيرة لمنظومة الأمن القوم العربي بالمجمل وإرهاصات هذه الزيارة متصور بدأت منذ فترة حتى قبل المؤتمر القمة العربي الأخير الذي عقد في الجزائر خصوصا أنه بحث على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى القادة مسألة عودة سوريا لكن روعية بعض التحفظات من بعض دول العالم العربي فتم تأجيل هذا الأمر إلى القمة العربية القادمة في رياض ثم أتحت حادثة الزلزال فعجلت بإرهاصات هذه الزيارة ثم ما قبل هذه الزيارة اتصال تهاتفي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس السوري بشار الأسد ثم ما بينهما زيارة وفد البرلمان العربي الذي زار دمشق بشكل أو بآخر خلينا أقولك أعادت بوادر عودة سوريا ومناقشة عودة سوريا على الأقل فإذا كانت الزيارة حملت في طياتها بعدا إنسانيا لكن البعد السياسي بالتأكيد هيكون محطة حديث وبحث خلال المرحلة القادمة ما هو المأمول من العالم العربي وما سوف يقدمه النظام في سوريا قبل أن تذهب للشيقة التركي من سؤالي دكتور مختار الدور المنوط بالقاهرة لإعادة سوريا إلى الحضن العربي هل سيكون ذلك سهلا؟ خاصة أن الوضع في سوريا بداية لم يستقر لا يزال هناك معاناة لا يزال هناك في ربما نظر بعض المحللين والمتابعين أنه لا يزال هناك مسؤولون عن مآلة إليه الأوضاع في سوريا هل وضع السوري الآن سهل في العودة إلى الحضن العربي؟ هل هذه المهمة سهلة بالنسبة لمصر؟ لا طبعا بالتأكيد الأمر ليس سهلا أمر معقد للغاية لأن هذا الأمر إلى حد كبير جدا مصر متحمسة لهذا الأمر وربما الجزائر متحمسة بعض الدول العربية الأخرى لأنه تفتاقد إلى سوريا كدولة ضمن جزء منظومة الأمن القوم العربي وارتماء سوريا في أحضان إيران أو احتلال أو سيطرة تركية مسألة تؤلم الواقع العربي وتؤلم القوى العربية الكبيرة لكن على الأقل أنت بدأت خطوة وهناك خطوات متصور ستبحث من خلال الاتصالات المصرية مع القيانات الكبيرة في العالم العربي وما سوف يقدمه النظام في سوريا من إرهاصات مرتبطة بدرورة حل المعضلة السورية من الداخل ومتصور مسائل كثيرة جدا سوف تبحث في هذا الصياط عشان كده حالة هذا الملف إلى القمة العربية القادمة مفترض أن تعقد في أكتوبر أو نوفمبر 2023 احنا أمامنا 7-8 شهور كد يكون هذه الشهور يعني مليئة بالكثير جدا من المواقف والاتصالات ما بين مصر وما بين كثير من دول العالم العربي اللي متحفزها أو ما زالت مترددة أو غيره لأن هذا التحفز والتردد ليس مرتبط بعلاقة العالم العربي مع سوريا كدولة إشكالية علاقة العالم العربي مع سوريا كنظام أو كحكم بشار نهيكي عن ارتباطات بعض القوى العربية بقوى إقليمية وقوى دولية لها تحفزات على العلاقة مع سوريا نهيكي أيضا عن قانون قيصر إلى حد كبير جدا يشكل مشكلة في عودة علاقات طبيعية عربية مع النظام في سوريا الأمر الثاني وده أمر مهم جدا نعم أكمل باختصار أنا ما خدتلكش تركيا باختصار لأن المقتده سريع سريعا لأنه طبعا زيارة الوزير سامح شكرا أيضا إلى تركيا أيضا أزابة جليل مهم جدا وهي رهاصات بدأت منذ 2021 ثم تبعد اتصالات على مستوى مساعد وزير الخارجية ثم لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس أردوغان عند افتتاح الدورة العالمية كأس العالم للدول في قطر ومتصور أن هناك دول سعدت في هذا اللقاء وعلاقات مصر بقوة إقليمية المحيطة بالعالم العربي خصوصا تركيا وإيران أو الحديث أو التفاهم معها مسألة مهمة جدا لأنها إلى حد كبير جدا تزلل كثير جدا من الأمور المرتبطة بالقضايا العالم العربي بالمجمل وعلى رأسها القضية السورية